السلام عليكم معكم سيم الحجوي ديلي بوز طلبوا مني لأنه نعطي أكفس تشكيلة اللي ما كيتمنى حتيشي واحد تلعب ضد الكونغو الديمقراطية بالنسبة للتشكيلة اللي هي الأكفس اللي ما كيتمنى حتيشي واحد تلعب في الماش ديلي الآلي اللي غادي يكون مع الكونغو الديمقراطية في تيرانهم تاق نوتي إلا بغا يتخيبر المدرب في الديفاع نحطه جوج فلاكس علمل أنه أحسن خط لعبه بها ثلاثة فلاكس ولكن إلا بغا المدرب يخرج علينا يلعب جوج فلاكس سامي مايي شاكلة العكوش في ليمن يحيي عاطي طلاف اليسر في الميليوتيران يبغي يدخل ناحية مقصح حداه مثلا إليا الشاعر ما كيلعبش في ذلك البوست ديال 8 قدامه في البوست ديال 10 مثلا يحط لنا الحدادي في ليمن كإليا دروال ومو جناح أيمن يدخل لنا مثلا زلزول لأصلا مقصح ومخصوش يدخلو هذي في أكفاس حاجة اللي ما نتمنواش في الجهة المعاكسة اللي البوست ديال 11 يشكل اللي عندنا تيسو ذالي وخي لعبت ما غالي يكون مزيان ولكن هو اللي يبقى فقط أكون دو بوانت في قصنا بيوصف النصاري ودابا نشوفو أحسن تشكيلة اللي نتمنو المنتخب ووحيد يلعب بها في الماتش ديال الجبعة في القارديان دو ويت يكون عندنا بونو قداموا ثلاثة دلعابة اللي لعبوا في اللاكس ديال الدفاع باش نأمنوا الدفاع ديالنا سايس نيف أكرد حدا هالي ياماق في ليمن أشرف حاكيمي في ليصر آدم ماسينا قداموا يلعب وجوج ديال اللعابة اللي هو سليم أملاح عمرا اللوزا قدامهم بجوجهم يكون لعاب لنا عشرة سوفيان بوفال وجوج ديالاتا كون دو بوانت يكون عندنا رايا نمايي ويكون حدا هايوب الكعبي ترجمة نانسي قنقر